السلام عليكم اليوم بدنا نعمل الكوسة بطريقة حلوة كتير وبسيطة جدا واكيد بطريقة رائعة متل ما شايفين انا عندي هون الكوسة انا بدي نطفه كتير منيح من الزوايد انا نضفته بهيد الطريقة متل ما شايفين من فوقه من تحت هلا بدي غسلون كتير منيح هون احبابي بعد ما غسلتهم متل ما شايفين انا عملتهم بهيدا الشكل وهلا بدي افتحها يعني اليوم رح نعملها بطريقة سهلة كتير من غير ناقع يعني ما رح نحفر ابدا وما رح نتعب بطريقة كتير سهلة متل ما شايفين انا فتحت الكوسية بهيدا الشكل اذا كانت الكوسية كبيرة منفتحها من الميلتان بهيد الطريقة هلا لاتوضيح اكتر رح فرجيك هون بالضبط انا شو بدي اعمل عندي هون كوسية كبيرة متل ما شايفين كرمال الحشو اللي انا بدي دخلها بالكوسية فيكن اذا كانت كبيرة تشيلوا قطعة صغيرة من الداخل بهيدا الشكل او فيكن تعملوها زح واحد يعني خط واحد كمان بتزبط ولكن اذا بدكن تكتروا فيها الحشو كتير بتعملوها بهيدا الشكل متل ما شايفين اذا ما بدكن تكتروا الحشو بتعملوها زح واحد انا هوني بلشت اقلي الكوسة متل ما شايفين لازم نقل الكوسة لانو انا ما بدي اي طوبل كتير انا عندي هون الصنوبر نزلت الصنوبر وبدأ اقليون متل ما شايفين بهيدا الطريقة اكل كتير طيبي قبل ما الكوسة بطريقة سهلة هيدا المرة ما رح نحفر ابدا وبطريقة كتير مميزة وشكلها حيكون رائع هلا بتشوفوا طبعا نتيجة نهائية شي مميز جدا متل ما شايفين انا هون عندي تقلل الصنوبر رح نزل البصل انا البصل فرمته وجهسته بهيدا الشكل متل ما شايفين رح نقليون كليتهم بيقلب بعض وانا لحمتي كمان جهسته جبت اللحمة ناعمة بس كانت شوي متلجة فتركتها شوي لحتى دابت وهلا بدي نزلها بعد ما يستوي عندي البصل بدي نزل اللحمة وهيدي لحمتي متل ما شايفين رح نخلطهم كليتهم بيقلب بعض رح ننزل هلا الملح بالاضافة للفلفل الاسود ورح نخلطهم كليتهم بيقلب بعض اذا كنتم من المتابعين الجدد والمحتوى حبيتو وحبي نيوصلكم مني كل شي جديد بس علي يكون انكم تكبسوا كلمة اشتراك اسفل الفيديو مع تفعيل الجرس الاحمر بهيدا الطريقة بتكون اشتركتو يا اهلا وسهلا فيكن هون عند اللحمة جهزة احبابي متل ما شايفين يعني ما شاء الله ريحتها بتشاهي ريحة الفلفل الاسود بيعطي نكهة كتير طيبة وريحة رائعة دايما بس تكون اللحمة متلجة وبس ننزلها من اللبراد لازم ننطر عليها هنا احنا وعم نقليها منقليها كتير منيح انا هون عندي اللبن هايدي الخطوة كتير مهمة اذا عندي هون اللبن انا جيبت نص كيلو مش اكتر لانه انا طبخت كتير صغيرة متل ما شفتو اه نص كيلو اللبن رح او الزبادي بدنا نزيد عليه الماي رح نضلنا نزيد ماي لنحس انه اللبن كتفى من الماي نحنا هون انا بواسطة الشوكي متل ما شايفين عم نحرك بس بتحسوا بس نرفع الشوكي اه في حبيبات من اللبن او من الزبادي عم تعلق بس شوكي هيدا دليل انه انه اللبن بده بعد ماي فارح نزل بعد ماي يعني بتحسوا هاكي بعده سميك شوي هايدي خطوة كتير مهمة لانه اذا حطينا اللبن هو والسميك وما زودناه زودناه ماي اه يعني ما بتزبط معنى طبخة كتير بيطلع كتير سميك اللبن يعني ما بتزبط ابدا حطينا بعض لبن عفوا حطينا بعض الماي وحرك لهم كتير منيح لحتى داب عندي اللبن يعني الكتل بقلب اللبن كلها يتا دابت هيك صار عندي اللبن او الزبادي جاهز هلا راح حط بعد ما حطينا طبعا الماي راح نحط ثلاث معالق من النشا وراح نحر لكم كتير منيح يعني لكل كيلو من اللبن او من الزبادي بدو تقريبا اربع معالق من النشا انا هون حطيت نصف كيلو لبن زتت له ماي لاني زتت له ماي زودت شوية كمية النشا ما حطيت ثلاث معالق حطيت تقريبا متل ما شايفين النشا حطيت نص كوب من الشاي نشا وهلا انا حطيتهم على النار بس نحط اللبن او الزبادي على النار ايدنا بتضلى فيهم بتضلى نحرك لانه بحال شلنا ايدنا ممكن يفرط عنا اللبن وينتزع لان احنا بهيدا الشكل منكون عم نوزع الحرارة على كل اللبن هون انا نزلت التوم طبعا اخد فترة اللبن لحتى غلب ومجرد ما انه يغلي اللبن بتكون العملية جهزت طبعا اللبن في لبن عندنا مفوق شوية احترق مش مشكلين احنا عم نشتغل تحت لحظة هون على الجوانب عم يعطي فقايعات مجرد ما يعطي فقايعات انه يعني اللبن يفرط معنا ومعاش ينتزع انا هون عندي الكوسة متل ما شايفين الليتون ما شاء الله غير شكل طالعين مستويين وطالعين غير شكل هلا انا بدي احشيهم بالحشوة اللي انا جهزتا هو بالعادي لقبل ما بيعملوا بكوسة كتير صغير بتجي الكوسية انعم واحلى وقت التقديم هلا انا عندي هون كوسيات يعني عندي كبير وعندي صغير رح نعمل هلا طبعا بهيدا الشكل رح ندخل اللحمة لداخل الكوسية بهيدا الشكل شفتوا طريقة كتير سهلة بالعادي نحنا قبل ما بنحفر الكوسية وبياخدوا وقت كتير ومجهود ووقت فانا لقيت هايدي طريقة كتير سهلة بهيدا الشكل متل ما شايفين هلا انا رح نوع لكم بالكوسيات حطينا واحدة وسط وحطينا واحدة كبيرة بس بدي هون الكبيرة فتحت مرتين هديك الصغيرة ما فتحت الا مرة واحد هايدي فتحت مرتين اذا لاحظتوا او انتبهتوا بالبداية الفيديو كيف فتحنيها فتحنيها بشكل لحتى نقدر نحشيها شفتوا كيف حشينيها بطريقة كتير سهلة وصفينيها بهيدا الشكل وهي النتيجة طبعا متل ما شايفين انا صفيتم بهيدا الشكل انا طبعا اللبن عندي جاهز حطينا فيه التوم والملح اكيد وهلأ بدنا نضيف اللبن للكوسة او للقبلمة كل شي عندي مستوي اللبن اللحم مقلي الكوسة حتى انو مستويين رح نضيف بهيدا الشكل رح نحط نرجع على النار اذا بتحبوا فيكن تحطوهم بجات البيريكس وتدخلوهم على الفرن تقريبا شيروا بع ساعة بيكونوا جاهزين طبعا مع فرن محمى مسبقا اذا ما بتكون فيكن تحطوهم على النار من فوق عادي بالسينية او بالمقلي متل ما بتحبوا متل ما شايفين شكلهم رائع وطعمتهم رائعة صدقوني وريحتهم بتشهي رح حطهم على النار ليكم ما شاء الله رائعين انا حد قدمت الرز فلفلة الرز عادي مع الشعيري وبد يقدموا بها هاي طريقة التقديم مع الصنوبر ايضا بحطنا عليهم من فوق يعني شي رائع اذا بتكون تكسروا للون فيكن شوية بقدونس ترشوا على الصحن اذا حابين تكسروا اللون انا صراحة منتبهت اعمل هيك واتصورت يعني هو بيعطي هيك منظر حلو وقت واحد اك يعطي حرك زيادة وقت تقديم الصحن على الديوف بنحط هيك شوية بقدونس بنكسر الالون اسمحوا لي بدي ذوق مثل العادي رائعين ما تنسوا لايك للفيديو وما تنسوا مشاركة على الفيسبوك اذا حبيتوا المحتوى انا بحب كتير جربوا الاكل رائع كتير 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 طيبة باي طيبة طيبة كتير طيبة